لدينا حاول الجبنة القريش لجبنة رومي كدابة لكن بطريقة حلوة افنا بدون اضافات كتيرة هما اضافين اثنين وتطلع معاك النتيجة حلوة جدا بجد وانا بعملها ما كنتش متخيلة ان النتيجة هتطلع بالطريقة دي حلوة جدا يعني طريقتها التهلة اتمنى ان شاء الله بقى لايك كده وشير واشتراك لهيبا تيفي ويلا بينا اقول لكم عملناها ازاي اول حاجة انا عندي طلق قطع من الجبنة القريش او اي نوع جبنة قريش اي نوع جبنة فلاحي هنبدأ ان احنا نحطها افقد للولة بالشكل ده او في الجريلة ونحطها على النار هندعكها بالشوكة اللي يمانت شايفين لحد ما تنزل المية بتاعتها كلها بالشكل ده طبعا المية دي هتتبخر تماما وهتنشف منها نهائيا نتبه كده على النار لمدة لطا كلها عن 15 دقيقة عشان النتيجة تطلع مضبوطة لازم تزبري عليها كده 15 دقيقة لحد ما البخار كله يتبخر والجبنة ترجع زي ما هي وزي ما كانت بالشكل ده قلبناها كده لحد ما نشفت منها تماما بعد كده نزلنا بحوالي نص كوب من الجبنة المزارلة ولو حبي طبعا تقطري الجبنة المزارلة فما فيش اي مشكلة هنقلب الجبنة المزارلة مع الجبنة القريش بالشكل ده لحد ما الاتنين يلتيحوا مع بعض ويديكم المطة اللي انتو شايفينها دي بعد كده هنعمل ايه هوطي بقى النور عليها تماما على درجة قليلة جدا وانتبقى كده حوالي 10 دقيقة لحد ايه بتديكي المطة اللي انتو هتشوفوها دلوقتي وتبقى كده جبنة مططية يعني عاملة كده زي ما انت شايفين كده سيحة ونيحة وطعمها على فكرة حلوة جدا وكمان رجي حوانا بعملها كانت حلوة اولا بعد كده هنعمل ايه هننزل عليها باللون غذائي اللي هي الالوان الغذائية اللون الاصفر ده انا هنا قطرت اللون شوية علشان انا محتاج اللون يبقى غامق شوية وهنقلبها كده لمدة لطة كله كمان على الخامس دقيقة وبعد كده بقى هناخدها نبردها تماما نحطها في كيس نايلون ونحطها في اي علبة بعد ما نحطها في العلبة بالشكل انت شايفينه ده هنبدأ ان احنا بس عشر دقيقة كده اتهدى مع نفسها وبعد كده هنخرجها من العلبة ونبدأ ان احنا نعملها لشكل كده ايه مستطيل ده ان بيقولوا او حابة انت تعمليها برضو مربعات مفيش اي مشكلة يعني على حسب ما انت حابة تقطيع تبقى ايه اخدناها بقى بالشكل ده حطناها في التلاجة المد الساعتين كاملين لازم تقعد الساعتين كاملين في التلاجة لحد ما تتماسك وتبقى شكلها كده طبعا هنا الشكل تمسك تماما فعلا حلوة جدا قطعيها بقى كده ده الجبن الرومي يعني حاجة كده حلوة قوي طعم كده خيالي واخده كده مبين الجبن القريش ومبين الجبن المزاريلا ومبين الجبنة يعني ها بصي نوعين الجبن القريش مع الجبن المزاريلا اعطاكي طعم تالت خالص يعني حاجة كده حقيقة طبعا حلوة جدا عجبتني قوي عجبتني الفكرة موفرة كامل للأولاد قدرت عملية سندويتشات تكلية كده مع بيد وخيار فحاجة حلوة جدا اتمنى بجد انتو تجربوه وتكتبولي في التعليقات اشوفكم بقى في حلقة جديدة